السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول رد فعل لإثيوبيا بعد تحريد ترامب ضرب سد النهضة وأول رد فعل أوروبي بعد تصريح ترامب عن تفجير سد النهضة الآن وأول رد فعل مصري على تحريد ترامب لضرب سد النهضة إحنا جايبين لحضراتكم 3 ردود أفعال من إثيوبيا والاتحاد الأوروبي ومصر وبيان عاجل من القوات المسلحة ننشره لحضراتكم وعاجل استمرار محاولات الإخوان تشويه الانتخابات ننشر لكم التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي متابعين قناة بصر ميديا آي إي بي قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا الله جماعة الخير إحنا بننشر لحضركم أهم الأخبار في آخر 24 ساعة قبل ما نبدأ اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألف لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يكتب تحية مصر في التعليقات تحت عاوزين نوصل أكتر من 300 تعليم أكتب فيهم تحية مصر انتو رجالة وأدها وطنيين عاوز أشوف الرجالة في التعليقات تعالوا نشوف تفاصيل أول خبر مهم جدا معنا وأول رد فعل لإيثيوبيا بعد تحريد ترامب ضرب سد النهضة استدعت إيثيوبيا السفير الأمريكي مايك راينور للاحتجاج على ما وصفته بأنه تحريد على الحرب مع مصر أطلقه الرئيس دونالد ترامب في خدم النزاع القائم حول ملء وتشغيل سد النهضة وقالت وزارة الخارجية التحريد على الحرب بين إيثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي حالي لا يعبر عن الشراكة طويلة الأمد ولا التحالف الاستراتيجي بين إيثيوبيا والولايات المتحدة وهو غير مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول وقال مكتب رئيس الوزراء الإيثيوبي لا تزال تتواطر بيانات بين الحين والآخر تحمل تهديدات عدائية لإخضاع إيثيوبيا لشروط جائزة ودع ترامب أمج مع الماضية إلى التوصل إلى اتفاق بين البلدين لكنه ذكر أن الوضع خطير وقد يصل إلى أن تنسف مصر السد وأدل ترامب بتصريحاته خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في أعقاب إعلان السودان وإسرائيل عن تطبيع العلاقات بينهما المصدر معانا كان من ريترز منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل يعني هنا بدأنا نحن نلاحظ الرعب الإثيوبي من تصريحات دونالد ترامب رئيس أمريكا عن هذا الأمر تعالوا تشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وأول رد فاعل لأوروبي بعد تصريح ترامب عن تفجير سد النهضة الآن حذر الاتحاد الأوروبي من زيادة التوترات بشأن سد النهضة وشيلا إلى ضرورة المضاقدما للتوصل إلى اتفاق بشأن المسألة بين مصر والسودان وإثيوبيا وأشار المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزي بوريل في بيان أصدره أمس السبت إلى أن أكثر من 250 ألف شخص يقيمون في حوض النيل الأزرق قد يستفيدون من اتفاق محتمل يعتمد على توافق بشأن ملء سد النهضة لافتا إلى أن هؤلاء الناس ينتظرون استثمارات في مجالات الأمن الماء والري والإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة وشدد بوريل على أنه بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا بلوغ اتفاق بشأن ملء السد مضيفا الآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التواطرات وأعرب البفاوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية الجنوب إفريقيا التي تترقص حاليا الاتحاد الإفريقي لدفع الأطراف إلى حل التفاوضي مضيفا الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة في أسرع وقت وإتمامها بنجاح ويأتي هذا البيان بعد تحزير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة أجراها مع رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك من أن مصر قد تفجر سد النهضة إن لم تتمكن الدول السلاس من التوصل إلى حل ودي لخلافاتها بشأنه وأعلنت الحكومة الإثيوبية على خلفية هذه التصريحات عن رفضها لأي تهديدات موجهة إليها بشأن السد المصدر معنا كام من أرطي منتظر رائحة لكم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وأول رد فعل مصري على تحريط رب لضرب سد النهضة يؤكد المسؤولون المصريون أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف من أجل إنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي يأتي ذلك فيما يواصل الاتحاد الإفريقي النظر في المسودات السلاس لمشروع اتفاق قدمته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل السد المصدر معنا كام من أرطي منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض يعني بيان عاجل من قائد قوات البحرية المصرية تسلحنا قادر على تأمين الأهداف الحيوية بالمتوسط والأحمر قال الفريق أحمد خالد قائد قوات البحرية المصرية إن قيادة السياسية وقيادة العامة للقوات المسلحة قام بتطوير قوات البحرية لمجابهة كافة التهديدات بالبحرين المتوسط والأحمر ولفت في حوار مع بوابة الأهرام إلى أن قوات البحرية نجحت في تأمين الممر الملاحي والحفاظ على استقرار تضفق السفن من جنوب البحر الأحمر لقناة السويس في عملية إعادة الأمل وأشار إلى أنه في ظل التحديات الخاصة بالأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجة عن التغييرات الدولية والإقليمية بالمنطقة كان قرار قيادة السياسية للدولة بتطوير قوات المسلحة المصرية ما جعلها تتناسب مع المهام المستقبلية لقوات البحرية ضمن رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومي المصري المصدر معنا كان من بوابة الأهرام منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني وعاجل استمرار محاولة الإخوان تشويه الانتخابات ننشر لكم التفاصيل قال العميد خالد عكاشا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مجلس النواب ساحة حقيقية لمناقشة كافة القضايا المصرية مضيفا أنه علينا أن نحسن اختيار أعضاء مجلس النواب لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة وأوضح خلال لقائه ببرنامج المواجهة على فضائية إكسترانيوز مع الإعلامية رهام السهلي أن استمرار الأبواق الإخوانية في تشويه صورة الانتخابات البرلمانية في مصر تكرارا ممل يظهر مع كل خطوة نجاح وربما نستمد تقدرنا لهذه الخطوة من هجوم الإخوان عليها وأشار إلى أن الإخوان يهاجمون الدولة المصرية من مشروع قناة السويس الجديدة وصولا إلى الانتخابات البرلمانية فمن يهاجم هذا المشروع ذو الأهمية وأول انطلاق لمشروع قومي مصري ضخم عام 2014 وحتى عشرين عشرين لا توجد خطوة تساهم في تعزيز مكانة مصر وأشار إلى أن الإخوان يهاجمون الدولة المصرية من مشروع قناة السويس الجديدة وصولا إلى الانتخابات البرلمانية فمن يهاجم هذا المشروع ذو الأهمية وأول انطلاق لمشروع قومي مصري ضخم عام 2014 وحتى عشرين عشرين لا توجد خطوة تساهم في تعزيز مكانة مصر في لعب أدوارها على مستوى دولي إلا ونجد محاولات الإخوان لقطع الطريق المصدر معانا كان من اليوم السابع منتظر رائح أدرككم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا معانا من مصر أول رد فعل مصري ضد التصريحات المسيئة لكويت وتفتح تحقيقا فوريا أعرب سفير مصر لدى كويت طارق القوني عن أسفه الشديد لتصريحات منسوبة لمعاون وزير قوى العاملة المصري تضمنت إساءة لكويت وقال قوني إنه التقى مع نائب وزير الخارجية كويته خالد الجار الله وأعرب له عن أسفه الشديد ورفضه الكامل واستنكاره للإساءة التي صدرت من قبل أحد مسؤولي وزارة القوى العاملة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي وأضاف قوني أن ما حدث ما هو إلا تصرف فردي لا يعبر نهائيا عن حقيقة العلقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتقدير الكبير الذي تكنه مصر قيادة وحكومة وشعبا لكويت وقاضتها وأوضح أن وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان وجه على الفور بإجراء تحقيق مع المسؤول عن الواقع المذكورة في الوزارة مشددا على أنه سيتم انتقاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المسؤول ولن يكون في موقع يسمح له بتكرار مثل هذه التصرفات وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لحساب ياسر الشربيني وهو معاون وزير القوى العاملة أشار فيه إلى كبر سن الأمير الكويتي الجديد بطريقة أثارت غضب الكويتيين لكنه حذف المنشور لاحقا وأصدر تكويت بيانا غاضبا يصف ذلك بأنه ممارسات مشينة واستدعت السفير المصري وطالبت بإجراءات عقابية بحق ذلك المسؤول المصدر معانا كامل اليوم السابع منتظر رأي حضرككم في هذا الخبر الهام والعاجل جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر